تصفية المحرضين على الدولة الإسلامية هو الذي خرج ويحمل جلد ثور مليء بالذهب قال هذا أعددناه لرفع الأرض وخفضها وهو من السادة بن نظير الذين حرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وبقي يحرض على قتال المسلمين جعل لغطفان من نفسه ومن حولها من قبائل العرب الجعل العظيم إن هي قامت بالحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وشاع أمر أبي الحقيق وانتشر وكان ممن ألب الأحزاب كما ذكر وأصبح تحريضه على دولة الإسلام من الأخطار التي يجب أن يوضع لها حد فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع رجالا من الأنصار أمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع في حصن له في منطقة خيبر وصلت السرية إلى الحصن قريبة من غروب الشمس قال عبد الله بن عتيك لأصحابي اجلسوا مكانكم أني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى وصل قريب من الباب فغش رأسه ومثل أنه يخضي حاجته فقال له البواب أسرع أدخل قبل أن أغرق عليك الباب فدخل حتى إذا هدأت الرجل قام بفتح الباب وأدخل السرية إلى داخل الحصن فأصبحوا داخل الحصن أخذوا ينتظرون الفرصة المناسبة لقتل ذلك اليهود الخبيث جاء في البخاري أن عبد الله بن عتيك أدرك نفرا من أصحابه أدرك أبا رافع ومعه نفرا أصحابه يسمرون عنده وكان في علالي له يعني في علية له فكمن حتى ذهب عنه أهل سماريه تركوا أصحابه بقي لحاله ثم صعد إليه وكلما دخل بابا أغلقه خلفه من الداخل حتى لا يحول أحد بينه وبين تنفيذ العقوبة يدخل يقفل يبدو حصن وغرف متداخله فانتهى إلى أبي رافع فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا يدري أين هو في البيت فقال ابن عتيك فقلت يا أبا رافع قال من هذا قال ابن عتيك فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيط يعني الغرفة معتمة أبو رافع رفع صوته وضربه بالسيط وأنا دهش وما أغنيته شيئا ما صابه وصاح فخرجته من البيت طلع من البيت يمثل بعدين رجع مرة ثانية فقال ما هذا الصوت يا أبا رافع فرد أبو رافع فضربه وضرب ثانية ولكن ما قتله ثم وقف فوقه ووضع ضبة السيف في بطني ثم حتى خرجه من ظهري فعرف أنه قتله ثم بدأ يفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت وصل إلى الدرج فسقط عن الدرج فانكسرت رجله عبد الله بن عتيك فأخذ العمامة فكهة وربط فيها رجله ثم خرج من الحصن وأخبر أصحابه بعدما خرجوا كمنه واختبأوا خارج الحصن حتى طلع الصباح لما طلع الصباح سمعوا رجلا يقول أبا رافع تاجر أهل الحجاز قد قتل وذهب رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهو يربط رجله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مد رجلك فمد رجله فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رجله فشفيت ثم يقول عبد الله بن عتيك والله لم أشتكها قط بعدما أن مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يشتكي من رجله قط من هذه في رواية أخرى أن أصحابه دخلوا معه وشاركوا في قتل هذا الكافر من هذه السرية نجد فائدة لغة العدو فقد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى الحصن وأن يخاطب الرجل وامرأته بلغة اليهود باللغة العبرية ويؤكد من ذلك استحباب تعلم لغة غير المسلمين لا سيم الأعداء منهم طبعا في فوائد كثيرة منها ضرورة تصفية أعداء الأمة الإسلامية ولكن هذا لا يكون إلا بقرار من رئيس الدولة وليس لأفراد أو الجماعات أو الأحزاب هذا ليس مفوضين بذلك فإنما هي قرار من قائد العام للمسلمين تمام إخواني الكرام شهد العام السادس من الهجرة تصعيدا عنيفا في عمليات مواجهة مع العدو ولا يكاد يمر شهر دون سرية أو سريتين تضرب في الصحراء وتفض جمعا أو تحطم عدوا أو تغتال طاغوتا فقد كان شعار المرحلة الآن نغزوهم ولا يغزونا والقيم العليا يقدمها للخلق كافة وزيح كل طاغوت يحول دون وصول هذه المبادئ ونشهد حزب الله في أفراده جميعا والذين تلقوا أعلى مستويات التربية الخلقية والفكرية والعسكرية والسياسية كيف يرفضون هذا المنهج وكيف يكون واقعهم ترجم عملية وحية لمبادئ الإسلام وكيف يتقدموا ليتصدروا مرحلة جديدة تبدأ معالمها وملامحها مع صلح الحديبية والذي سنتحدث عنه في المحاضرة القادمة بعون الله أترككم في رعاة الله على أمل اللقاء بكم بعد عيد الفطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته